السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا نزعلوك او بتاطا او شلادة او شي حاجة اليوم ان شاء الله هنحطر معكم هالطبق لي كي يجي لديد وغاية فراوعة فالعجبكم كنتمنى انكم توصلوا الاكبر عدد من لايكات تفعلوا معاه وتباطجي في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك كما تساوي اضغط على ابني لاول ما غريزوا القناة وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم من عندي كل جديد واندوزوا المراحل التحضير فهنا ان شاء الله خديت واحدة راية لي يعني خدوا من الاحسن راية تكون كبيرة لانا كل ما خديتوا راية كبيرة كيكونوا هكا يعني كتكون زوينة مهبة وكذلك الاجزاء ديالا كيكونوا زوينين وفيهم اللحم بكتكون صغيرة ما كتكونش زوينة خديتها عصرت على غير حامض وغسلتها مزيان عودت على شوية الحامض وخليت الترقد هكت واحد شوية دارا ان شاء الله غدي ندوزوا الطريق ديال التحضير اه كتوابل غدي نحتاج هنا عاشقة غير مملو سكينجبير عاشقة كبيرة غير مملو امل فلفل احمر وكذلك ملخارق مبلدي يعني التوابل العادية اللي كان ديوه في الحوج وعدنا آآ سكينجبير كذلك الكامون يعني ملعقة كبيرة دائما غير مملوءة وعدنا الملح الكافي باش نتدبلو هات السمك ديالنا عدي هنا ملعقة يعني غير مملوءة كبيرة من التوم هكا اللي حكيتو يعني الشامولة العادية اللي كان ديوه في السمك وكذلك غدي نضيف هنا القصبر والمعدنوس اهنا دا تقريبا واحد ثلاث ملاعق كبيرة ما بين القصبر ومعدنوس وهنا واحد عاصير نصف حامضة يعني ثلاث ملاعق كبيرة الحامض كيتواتها وكا مع السمك يعني صراحة الحوت يعني بس مع الحامض راه مزيان وكذلك هالطريقة ديال انكم ترقدوا السمك تهي كتعطيه واحد للدكتر دائما الحوت يعني كل ما ترقد كيزي ديبنان نرقدون ديوه في الشامولة وكل ما خلينا يعني كيتبدي المدق ديال وكيتشرب هديك النكهات هنا غدي نضيف واحد ملعقة كبيرة يعني هدا كيبقى على حسب الضوء ديال كل واحد عهير كيتوات معه يعني صلصة ديال الحار هدي اللي سائلة ممكن تديرو الحار العادي كيبقى على حسب الضوء ديال كل واحد كنخلطه مزيان ونخليه تشرب لي هذيك يعني النكهات ديال التوابي اللي درد سوفوك نخليه يعني نخليه على جنب يعني تشرب لي قامة على مدس البقية الوصفة هنه ها خديت واحد يعني نصف كيلو من الفلفل الحلو خديت تجوجها تحقق خضرين وثلاثة مثلا لون احمر رشيتهم بمليحة وغدي ندهنهم بشوي تزيج وندخلهم الفران يتشوه نعم هاكم لي كان شوي و الفلفل وكندخلوها الفران كتبتل المدق ديالها ف اطباق السماء كتعطينا واحد انك هزوينه ماشي بحل درناها مثلا خضراء صافيهنا غدي ندخل هالفران حتى تشوه ونكملو ان شاء الله بقي المراحل هنه يا غديت واحد هاكا قوي ميلا صغيرة او كاسخول هاكا تكون كبيرة درت فيها خليطة هاكا وغدي ندير فيها شوي تومة دات زين حتى سخن ودات هنا واحد ملعقة غير مملوء اكبيرة من التوم حكوك احنا غدي نوجدو في هاد الكاسخول او الكويميلا صغيرة والسلسل اللي غترافق لنا هاد زامك انا غضفت واحد ربعات الحبات من الطماطم مقشرين حيط ليهم الزريعة وقطعتهم مربعات وضفتهم لهادي كتوم هاكا وغنخليهم حتى يطيحهم زيان باش يطيح لي هاديك الملحة غنزيد مع واحد شوية الملحة ونخليها تطيح بالمهل ديالها ونضيف لهنا واحد ملعقة كبيرة من قصبة ومعدنوس يعني كي تلدد لي هاد السلسل وكتجي يعني غاية وبنينا الى رافقناها مع هاد السمك وهنا يضف التوابيل يعني لحساب الدوق من كتوش توابيل غي شوية الكامون صافي وغنضف هنا شوية الابزار وكذلك الفلفل احمر يعني تتبيل العادية اللي درت هال السمك ما كنديرش غيل الخرقوم البلدي كيف قلت ليكم كتوابيل هنا فلفل يعني الاحمر او التحميرة درت الابزار وشوية الكامون وشوية الملح اللي ما نديروش بغين احنا هات السلسل جينة حمراء كنصمة هنا بالتحريك كنت سنع لها هات السلسل حتى تطيح ليه مزيان ممكن انكم تمعسوا هاكا بالملعقة والتحنوا بالميكس ولكم الاختياب ونضوزوا ان شاء الله بج نكمله باقي التحضير عدي هنا غفجعت لذيك الحوت ديالي بعد ما ترقاد وشرب ليه هذيك اللي قامة يعني خليتوا تقيبا واحد ساعة المقانة غطيتوا ودخلتوا لتلاجة غريت هنا واحد تبصي لها كلي في شوية التقيق الفورس العادي وغضي ندوز نقلي هاد طريفات ديال السامك احنا غضي نقليهم يعني غني ناخد واحد المقلات اللي تكون هكا مثل السقش سفون ديال فيها الزيت تسخن وكل شي ركي يعافق لي السامك سخنت لمقلات ديالي ذات فيها الزيت وندوز انا نحط دو كل هادوك طريفات ديال الحوت من الاحسن ديال تسخن الزيت مزيان باش داك الحوت ميتشاربش ليكم الزيت طريقة الفورس مزيانا ما كتخليش انا سامك يشرب الزيت وزائد انا نحتديك السلصة رحنا مكترنش فيها هكا يعني الدهون ولا الزيت باش جينا واحد طرق متكامل يعني في نفس وقت كيبقى صحي علاش لانو ما مخداش لنا مننا الزيت بزاف لانه هتعدك سامك غدي ندوها كاف السلصة ما غديش يدير لنا بزافت الدهون ياخدنا بزافت دهون سافيك نحيد اذوك الطايفات بعد ما اتقلها وليا يعني وتحموا يعني جو غاية وجو زوينين كنحيدهم كنكمل انني نسقطر هادك الحوش ديالي بحكو نحطه في واحد الكارت لي لي متصل يا هادك الزيت ونضوز للسلصة انا يعني اختارت ويعني ولت زوينة كيف كتشوفو فيها يعني تشربت لي مبقاتش هاقي يعني في السوائل بثيف هناك نضيف واحد ملعقة كبيرة من مركز الطماطن يعني سلصة الطماطن دخل يعني خلطتها بشوي موها وضفتها واحد المزيود هاقي ديال الحار لي كي بغي الحار سافيك نعلانتو ما كتشوفو يعني راه جازة هي هاديك يعني تخترت لي اولا تزوينة هنا كنضيف هاديك الفلفل اللي كتشوي تفل فران قشرتو وقطعتوها هكا المربعة صغار ونضيفو لهات السلصة يعني كيتوته معاك يجي يعني وحكي اعطاها واحد اللي زوينة وكنضيف هنا واحد زويتينات هادو كيبقى اختياري اللي كي بغير مع السلصة الزيتون ولكن كيف قلنا احنا غدي جينا بحل شكل يعني هاكا واحد المريقة ديال الحوت او بحل الطوى يجيين انك يجينا مضغمة وزوينا هاديك السلصة يعني ما شاهيتكم ففعلا كنتمنى انكم تجابوها كنجي هنا يعني هانتو ما شوفو يعني ذيك اللاصوس كيف جاتني يعني كتجيني ناش فوعاق ذا وزوينا يعني كنافقها معاك السامك هاكو ما كتخليش ذاك السامك يعني يعني انو يوحل كنا ناكله بواحد طريقة يعني اللي لديدة ما كنخمامش حتى في المرافقات ديالو وكنجي هادو كل طيفة ديال السامك هاكو كنرصوا فوق منا يعني هذي كسبقها كطريقة الجديدة هاكو الأطباق ديال السامك يعني زينتو بديك شوية الفلفل اللي كتشوية فلفران مقطع حطيتو من الفوق هكو رشيتعلي شوية قصبرو مع دنوس مع طريفات ديال الحامض يعني طباق ديال السامك اللي كي شاهي كي جي غاية هكو كنو يعني و جديد هكا يعني نستغلو هالطباق راية بحكا بهالطريقة راه كي يجي زوين مع ديك السلسل اللي مرافقينها معه التحت كنت مني ياربي هالطباق ديال اليوم يكون عجبكم وتجاربوه لانو فعلا راه غاية فرعو في اللدة وهاكو كمرافقة يعني هاد السامك دبنا مع هكو شوية الخضراء ورافقنا معه شوية البابا وشوية خيز زور يعني الخيار وماتيشا وشوية الخص يعني كتكون واحد واجبة غداء لي متكامل يا مية في المية ويعني غيب العين راه كتشهي يعني كننا كنو احنا بالعين قبل يعني الكش كانت مني ياربي تفعلو وتوصلو هاد الطباق الاكبر عدد من اللايكات تفعلو ليه معاه وتباطه جيف مراقع التواصل الشيماعي وايضا لي اول مرة غيزور القناة من ثانيش من لايك وكذلك من التعليق والضغط على ابني لأول مرة غيزور القناة مع تفعيل جرس بشيصلكم من عندكم الجديد وفي الاخير دمتم في رعاية الرحمن والى اللقاء اشتركوا في القناة